ناشي. فلأمتى هتفضل الاندية كلها تدفع اخطاء التحكيم. مليش دعو بالاندية. هتكلم عن النادي الاهلي. هو النادي الاهلي هيفضل يدفع اخطاء التحكيم لغاية امتى. الامور يا جماعة يا جماعة اقولي بس ده الواحد من او من بعد ماتش بيرامدز الحقيقة. ولكن هي ثقافة. الثقافة يجب ان تكون موجودة عند المسؤول وعند اللاعب. عند المسؤول وعند اللاعب. بالمناسبة ناشيين النادي الاهلي كابتن فتحي مبروك. رئيس قطاع الناشيين في النادي الاهلي. عمل ايه? عشان القانون الجديد اللي نزل فيه ولاد من الصغيرين مش عارفينه. عمل ايه? ده في الناشيين مش في الفريق الاول كمان. خلي بالكم. كابتن فتحي جاب الكابتن سامير عثمان ومجموعة من الحكام الدوليين عملوا محاضرات للولاد بالقانون الجديد. القانون الجديد اللي هو ايه? اللي هو معناه ايه القانون الجديد? القانون الجديد ده اللي هو فيه ان لو فيه كورتين في الملعب لو فيه كورتين في الملعب واحدة فيهم بتلعب بيها والتانية لم تتداخل في سير اللقاء او غير مؤسرة فبالتالي ممكن تكمل اللعبة عادي مش زنبي حضرتك ان انت مسؤول او لاعب ومش فاهم مش زنبي حضرتك ان انت لازم تبقى عارف القانون ده بالمناسبة ممكن ما كنتش عارفه الموضوع ولكن قريت عنه في حاجة اسمها اراية عشان افهم وعشان استوعب فانا انا هتجن من يوميه من يوم مبارات الناس سايبه المطش وسايبه اللي عمله النادي الاهلي في الربع ساعة الاخيرة وسايبين كل ده بتكلمه قولك الحكم واخطأ وعمل وماشي اوكي كل واحد يتكلم من وجهة نظر وما فيش مشكلة يعني انا موكر النهاردة اتكلم وانا بتكلم ايه بقول ايه ان ضربات الجزاء الوهمية من وجهة نظري من وجهة نظر كل الناس اللي انا سمعتهم اه اه لها يعني لها ما لها وعليها ما عليها ولكن ده قانون اللي انا بقوله ده حضراتكم مش لجمهور النادي الاهلي طبعا ده لمن لا يشجع النادي الاهلي او بعد من لا يشجع النادي الاهلي اللي انا بقوله لحضراتكم ده قانون اقسم بالله العظيم تلاتة والله العظيم تلاتة قانون مش كلامي ولا كلام ناصر كابتن ناصر عباس ولا كلام كابتن احمد الشناوي ولا كلام كابتن سامير عثمان ولا كلام لا كلام القانون الفيفا الفيفا وهي بتعمل قانون كرة القدم غيرت القانون الاديب وعملت قانون جديد القانون الجديد ده ايه القانون الجديد ده معلش يا جماعة عذروني معلش عذروني القانون الجديد ده ايه ان لو فيه كرتين كرة منهم مش مؤثرة والكرة التانية بتلعب بيها يعني مفترض معلش انا رازم اشرح تفصيلية طالما الكرة التانية مش مؤسرة العب العب وكمل اللعبة وميزان بحضرتك ان انت كلاعب في الملعب مش مركز مش شايف ان لعبت الاهلي هتلعب الكورنر عايزة تجيب جنو وتكسب زي ما حصل في برشلونا وليفربول مباراة النهائي دوري ابطال اوروبا او قبل نهائي قبل نهائي دوري ابطال اوروبا مش زنبي ان حضرتك مش مركز والله ما زنبي والله ما زنبي لكن ان انت كمسؤول او كلاعب او حتى كمشجع الحقيقة لكن المشجع خلينها كمسؤول او لاعب المشجع مش لازم يقرأ كل حاجة يعني لكن انت حضرتك كمسؤول او كمدير رياضي في نادي او كمدير تنفيذي في نادي ما تعرفش قوانين اللعبة اللي حضرتك بتنفس فيها ولا هو مجرد ان انت عايز تدخل اسم النادي الاهلي في اي حاجة اي حاجة اسم النادي الاهلي حضرتك عايز تدخله في اي حاجة فبالتالي يا جماعة اقرأ انا في حاجات من الواحد ما بيبقاش عارفها انا مش بداعي ان انا يعني اه اه الله رحمه نجيب محفوز يعني لا لكن لو في حاجة انا مش فاهمها اما بروح لحد من الناس اللي ليها المتخصصة في هذا الموضوع او بفتح على جوجل ماب جوجل جوجل ماب ايه ام معلش اسلم بصر كلها عايشة على جوجل ماب فاو بتفتح تشوف السيرش تعمل سيرش على الموضوع اللي انت عايزه مبقيتش صعبة يعني الموضوع بسيط وانا قاعد كده وساند وممكن وانا في السرير افتح هشوف كده اقول ايه قانون كرة القدم المادة كذا بتقول ايه بتعمل ايه مالوش اي لازمة الجدل الكتير والكبير واللي حاصل